بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى اجتمعت اليوم لجنة حماية الأموال العامة في الاجتماع الثاني عشر لمناقشة حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاقات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس استدعينا عدة أطراف منها أطراف في مجلس الأمناء وأيضا رئيس ونائب رئيس الهيئة والأمين العام السابق واستمعنا إلى كل ما دار من أحداث خلال تلك الفترة مما تسبب في مشاكل متعددة خلال الفترة الأخيرة في هذه الهيئة وناقشنا معاهم بعض القوانين واللائحة الداخلية وبعض الإجراءات التي تمت بالفترة السابقة وتوصلنا إلى بعض الأمور ولكن اتفقنا في اللجنة على استكمال النقاش خلال جلسات قادمة حتى تتضح الصورة ويصدر التغرير النهائي لللجنة بشأن التكليف الذي وردنا من مجلس الأمة والذي حولنا من مكتب رئيس مجلس الأمة على أثر الجلسة من عقده في تاريخ 28-12-2016 وعلى الطلب الذي تقدمه فيه مجموعة من استاد النواب لبحث هذه القضية والانتهاء من حيثياتها خصوصا أن هيئة مكافعة الفساد لها دور مهم جدا خلال المرحلة القادمة تحديدا فيما يخص كشف الفساد المالي والإداري نوجد فيه أكثر من مركز من مراكز الدولة وقيادينها وغيرها وخلافة ولذلك نحن مصرين على استكمال التحقيق بشأن الوضع الحاصل في هيئة مكافعة الفساد ويعني سنصدر تغريرنا فور الانتهاء بإذن الله من استكمال كافة الجوانب المتعلقة في إصدار التغرير وسنرفع التغرير بمجرد الانتهاء منه وردنا اليوم أيضا في اللجنة طلب مقدم من لجنة الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بشأن طلب الإحالة التي تم في الجلسة السابقة بشأن موضوع الحيازات الزراعية أن تتم إحالتها من لجنة حماية الأموال العامة إلى اللجنة الزراعية لاستكمال إجراءات التحقيق فيها أو النظر في مخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن هذا الموضوع اتفقنا صوتنا على هذا الطلب بإعادة النظر في الطلب المقدم وعرضه على المجلس لاتخاذ قرار بعد مراجعة المضبطة حسب ما بلغنا أو حسب المعلومات التي وصلتنا وهذا ما تم ينتداركها أثناء الجلسة بأن كان عدد الحضور حسب تصريح رئيس الجلسة رئيس مجلس الأمة بأن الحضور كان 54 ومن صوت على إحالة لجنة 27 نائب تتساوى الأصوات وبهذه الحالة وفق الدستور واللائحة يعتبر الطلب مرفوضا ولذلك قررنا أن نحيل هذا الأمر مرة أخرى إلى المجلس بعد مراجعة المضبطة لاتخاذ ما يلزم من إجراء في بقاء هذا الملف لدى لجنة حماية الأموال العامة واستكمال ما بدأنا فيه بالسابق لمتابعة هذه القضية نعتقد أن هناك خطأ إجرائي في عملية الإحالة بسبب تغدير عدد الأصوات نريد أن نرجع للمضبطة نريد أن نتأكد من المضبطة نصح ما ورد إلينا أو حسب معلوماتنا ما أعلن عنه في الجلسة فهذا الطلب بحكم الدستور واللائحة هو طلب مرفوض وبالتالي يبقى التغرير في لجنة حماية الأموال العامة أما إن كان هناك ما يثبت عكس ذلك من خلال المضبطة سنكون مسلمين للنتيجة النهائية التي صدرت من تلك الجلسة شكرا جزيلا محمد إذا في مجال تفضل يعني الحقيقة ما يعني صارت وزير بحمود يعني كان هذا تبعات من المجلس تبعات ما بعد الاستغالة هل يعني معلجت مشكلة الرياضة لإقاف الرياضي يعني يعني وزير جديد يعني ومعلن سيخرج المجلس من حرق زجاجة يعني أنا توني طالع من اللجنة فما أعرف إذا كانت في أخبار عن استقالتها وقبول استقالتها من مجلس وزارة من عدمها إن كانت هذه المعلومة صحيحة فشخصيا أتمنى التوفيق يعني والسعادة للشيخ سلمان الحمود في حياته الخاصة ويعني نتمنى أيضا على الوزير القادم بأن يأخذ بجميع الملاحظات التي يأتت في الاستجواب يديننا ممدودة للتعاون يديننا ممدودة لحلحة كل القضايا العالقة بالفترة السابقة لم نستخدم هذه الأداة إلا لتأزم الموقف ووصلنا إلى مرحلة اقتنعنا بأن الوزير السابق إذا كان سابق الآن أنا ما أعرف شنو الخبر ولكن لم يعالج هذه المشكلة أو لم يبادل بوضح حلول فعلية لعلاج هذه المشكلة خلال هذه الفترة خصوصا أن الوزير كان وزير سابق ومسؤول على نفس الملف أي وزير قادم نقول لها يديننا ممدودة لك كل الغرض اللي احنا كنا متوجهي له بأن نحن نحل هذه القضايا العالقة منذ فترات طويلة نريد أن نفرح الشعب الكويتي بإنجازات يحققها المجلس لذلك مضينا في هذا الدرب بداية أعمالنا أقسمنا على احترام الدستور والقانون وأداء واجباتنا كاملة تجاهبنا الشعب الكويتي وقد صرحنا بأكثر من مناسبة بأن نعم لدينا يد تبني يوميا نحن نقدم تشريعات تخدم الشأن العام وبالمقابل لن نتغافل عن يد تحاسب ويعني هذا الدور الرئيسي للنائب أعلناها بالسابق لا تجزعون من المسائلة لا تجزعون من الاستجواب لا تجزعون من الرقابة هذا دور يقوم فيه النائب متى مرتأة أنه وقت مناسب ليقوم فيه وعليكم مسؤوليات أيضا كحكومة القيام فيها في عملية التنفيذ أصل العلاقة حفق المادة الخمسين من الدستور التعاون فصل السلطات مع تعاونها إيدنا ممدودة للتعاون المفترض من يبادر لمعالجة القضايا والمحاسبة ليس النواب المفترض أن يكون هذا ديدا للحكومة في التعامل مع جميع وزرائها ومسؤولينها في حالة أي تجاوز يجب أن تبادر الحكومة في محاسبة المتسببين قبل ما يعني يكون للنائب دور في استخدام أدواته إن حصل هذا الأمر في المستقبل فأنا أعتقد أحنا أكثر ناسين من أجل الإنجاز أحنا أكثر ناسين من أجل التعاون لا نريد التأزيم لا نريد أن ندخل في مرحلة ما لها نهاية ونريد أن نغير مفهوم الاستجواب من أداة تأزيمية إلى حق دستوري كفاله الدستور لأي نائب ولأي ممثل الأمة